مستمرين معكم بحلقتنا لليوم وبالساعة الثانية من مشوارنا الصباحي صح صح وفي اسم احنا تعودنا عليه شخصياً كان يزورنا مرة بالسنة صار يزورنا مرتين بالسنة نظراً للنجاح الكبير والإقبال الشديد على عمان ستريت فاشن بوبوب شوب اللي عم بيصير وإحنا واكبناه من خطواته الأولى واليوم فخورين انه هذا المشروع صار مشروع أنا بالنسبة إلي سياحي وطني على مستوى العاصمي عمان نتمنى انه يكبر أكتر وأكتر وطبعاً في مشاركة من مختلف المدن الأردنية وبصدنا اليوم تكون معنا تالا سيراج هي الفاوندر لعمان ستريت فاشن بوبوب شوب أهلا وسهلا فيك تالا أهلا رهاب أهلا يعني عم نحكي انه انت زرتين قبل ثلاثة شهر بشهر رمضان أو قبل شهر رمضان قبل رمضان بشوي حاسة انه زمان كتير وانا رح تخلص سنة وإيك ركضة تركت يعني هاي السنة هلأ أنا شفت بتابعك دائماً على انستغرام وهذا اللي اشت كنت أقولك يا تحت الهوى بهنيكي على المحتوى كل الريلز اللي عم تعمليهم يعني عم بتوصل المسج بطريقة كتير كرياتيف كتير في إبداع وابتكار بكل الريلز وانا كنت بقولك هلأ عن الأبسود الجديدة إبداع يعني الواحد بحضرها بتعلم وهيك انسبريشن بصير ده يعمل أكتر بحياته فعن جد استمري هيك نبعث رسالة إلهام وإيجابية للناس لا لا بجننوا الحلقات حبيبتي thank you تالا بداية أمنا نحكي عن فكرة المعرض الجديد انتي كل سنة بتأدمي هذا المعرض وبيكون دائماً في إضافات جديدة صح هاي السنة حكي لنا عن الفكرة مبدئياً وشو الجديد هاي السنة تقريباً أول مرة منعمله خارجي فعملينه هاي السنة بالبوليفويد طبعاً دعمهم بيحبوا يدعموا المشاريع الصغيرة فقلنا خلينا نجرب لأول مرة نعمله خارجي طبعاً البزار الخارجي غير عن الداخلي الأجواء غير بدك تغطي من فوق في شمس تجهيزات كثيرة بس عاملين إشي كثير 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 حلو يعني الواحد بس يجي رح ينصدم يحس حاله سافر غير أجواء المشتركين محضرين أشياء كثير حلوة أزياء يعني عاملين خصومات على الصيف يمنازلين أزياء للخريف والشتاء إكسسوارات كثير حلوة أشياء للعناية بالبشرة فعملين كيدز إيريا مع يابي كمان فالواحد بقدر ييجي كمان أطفاله يكون لهم منطقة يستمتعوا فيها جايبين مغنيين كل يوم رح يكون فيه عروض هيك إشي لذيذ رايق فحس هاي السنة بما إنه خارجي الأجواء رح تكون كتير مختلفة ومنظل نعمل الداخلي طبعا مرة مرتين بالسنة بس هاي تجربة جديدة وإن شاء الله الناس تحبها يعني أنا شفتك حاملة شنطة كبيرة هيك من بليبارد شأكبر شنطة بشوفها بالحياة وشفت قدي في كاتيجريز وفئات رح تكون موجودة عم نحكي عن غير الملابس الأكسسورات فيه كمان هوم أكسسوريز وعنايب البشرة فيه ناس عم بتشارك معك لأول مرة بهالمعرض خمسين بالمئة أول مرة حاولنا هاي المرة نعطي فرصة لناس جداد عشان بالعادة البزار بتفلل بسرعة الناس اللي شتركت من قبل حبت الفكرة وشافت قبول كبير وباعة منيح فبيحبوا يرجعوا يشاركوا بس حاولنا هاي المرة نعطي فرصة لناس جداد فان شاء الله يكون اشي جديد وحتى الدعم المشتركين كمان مرة جايبين منتجات جديدة فرح يكون اشي مختلف واظن الناس رح تنبسط كتير يعني وهلأ بما انه برضو يوم التينين عطلة فعنا الأحد زي الخميس طبعا طبعا نحنا مبتين كتير بالعطلة ما بدنا أسبوع كامل احنا ما عملنا نداوم خمسة أيام صعب امتى المعرض تالا؟ المعرض بيبلش بكرة على الاثناش لواحد وعشرين الشهر فهو مدته طويلة بس هي كل فترة بتغيروا المشتركين فالواحد بقدر يجي اكتر من مرة ويشوف اشي جديد فهو بتقولي اكتر من معرض بس بي كأنه معرض واحد كبير فالناس اللي رح تكون مثلا اللي نفترض بأول أربع أيام أو أول فترة مش شرط نلاقيهم بالآخر بالزبط فالواحد بقدر يروح اكتر من مرة وطبعا البوليفورد الكل بيعرفه فيه مطاعم وأهاوي وأشياء كتير حلوة فالواحد بقدر ييجي يقضي يوم يتغدى يمر بالبابا بيحط ولاده يلعبوا شوي واللسه الطقس حلو كتير كمان الطقس كتير صار حلو يعني حتى خلال النهار الشمس مش مزعجة المنطقة اللي احنا فيها مغطية شوي فالليل صار الطقس كتير حلو الواحد بس بدي جرزاي صغيرة أحسن من الشوب مية بالمية كله أحسن من الشوب وأنا لما حكيت ببداية المقدمة أنه صار مشروع سياحي ترفيهي على مستوى الوطن لأنه احنا لمسنا يعني احنا بنعرف تعلم من يمكن أول بوبوب شوب عملته كان معنا ثمان مشتركين ثمان مشتركين صح كانت تجريب فكرة بس يعني اليوم عم نحكي عن أعداد هائلة يعني أنا دائما بزور البوبوب شوب أنتوا بتشوفوا أنه تالنت ومواهب ومحلات حلو الواحد يدعم المحلي والاشياء اللي ما تلاقيها بقى السنة صح يعني أنا بصير المنية بدي أعمل فالو للبي عشاني مش قادر جاي اطعم وميزة بس غير دائما بس ألبس إشي أحطه على صفحتي بيقولولي من وين نروح نشتري بقولهم من البوبوب مو موجود خلص خلص فالواحد إذا بده اطعم وميزة وبأسعار كتير منيحة ويدعم المحلي هو المحل الصح هاي فرصته وبحس ما بحب دائما أقول للناس تعالوا بس إدعموا المحلي عشان مرات لما الواحد هيك يحكي بيحس الواحد أنه إشي خيري أو أو ذاك أنا عامل كومبرمانز أو متنازل بس عن جد عن جد في أشياء كتير حلوة وجاي ناس من كل الشرق أوسط لبنان جاي حتى ناس من فلسطين هاي المرة أول مرة بيجوا معنا جاي من دبي من الكويت من السعودية ففي بضاعة عن جد كتير حلوة ياهي قلتلي بكرة بيبدأ من الساعة 12 الظهر لأي ساعة بيضلو لا لحدة عشنا عش لما يسكر البوليفويد منسكر معا حلو يعني فيه 12 ساعة من الشوفينج بس صح لحد دمريهم لستات عمان وزي ما قلنا ابتداءا من بكرة ولغاية 21 تسعة ببوليفويد العبدالي بدي دائما بحب أسألك هذا السؤال بكل سنة قدي بتحسي وبتمبسطي لما يخلص البابب شاب وتسمعي فيدباك قبل ما تسمع الفيدباك من الناس بعرف الناس كلها بتنبسط بالبابب شاب من المشتركين خصوصا اللي بشاركوا لأول مرة ما بتصدقي فيه ناس بلشوا بالبابب هلأ فاتحين محلات يعني جربوا لاحظوا انه منتجاتهم ناشحة وفتحوا محلات وهلأ هم البصرفوا عيالهم فيه ناس بيقولولي تالا لو سمحتي بدنا بازار عنا فواتير عرفتي فبتحسي انه جد عم تغيري بحياتهم وبس يبيعوا ينبسطوا ويحسوا منتجهم الناس عم بتحبوا ما بتصد يقدي بنبسطوا عن جد بيغير حياتهم طبعا ومنها بنطلقوا لمشاريعهم التانية بفتحوا محلات بيشاركوا ناس بفتحوا محلات مع بعض بتعرفوا ع زباين جديدة عن جد بعمل تغييري بحياتهم عشان هيك عم بحاول أعمله أكتر من مرة الناس تجرب هلا مش كل حدا أقولك كتير بيبيع فيه ناس بيجو بيجربوا ما بيبيعوا الناس مش حاب المنتج برجعوا بيقولوا بدي أشترك بإشي تاني بدي أرجع أجرب فالتجربة كتير حلوة لأي حدا مفكر يبلش مشروع صغير أو عنده منتج بدي يجربه بالسوق بدون تكليف كبيرة عشان احنا طبعا ندعمهم وطبعا انتم الميديا والتي في شكرا لكم دائما دعمين فالواحد يجرب حلوة كتير الفرصة وهي فكرة كتير حلوة إنه مرات أنا ممكن عاملة منتج وأنا شايفته أحسن منتج بالعالم بعرضوا بالسوق ما بلاقي فيدباك فالواحد لازم يفكر إنه ما ضل لك يعني عنيد أو بدك تقنع الناس المنتج مش مش ضابط مع ناس غير طور والحلو بيشوفوا كمان المشتركين التانين فبسيروا يرقبوا مين بيبيع منيح ايش الناس عم بتحب ايش عم بيلفت نظر الناس فبيغيروا وبيطوروا من حالهم فعشان هيك بحث بالزبط طيب إحنا إحنا إزايك ندعو الجميع إنهم يزوروا عمان سريت فاشن باب شوب بي بوليفارد العبدالي أوتدور لأول مرة تجربة رائعة جداً سيكون في عروض ترفيهية وعروض غنائية وزي ما ذكرت تالا منطقة مخصصة للأطفال فبتقدروا تاخدوا أطفالكم هم بيلعبوا إنتي بتعملي شوپنج عرواء وأكيد ابتداعاً من بكرة ولغاية 21 تسعة من الساعة 12 الصبح لغاية 11 تسعة 12 بالليل على حسب إيمتاً بيسكر العبدالي عندك كلمة أخيرة تحب تقوليها لكل الناس اللي هلأ اليوم عم بيشوفوك أو عم بيسمعوك يعني بس بدعوكم تيجوا تشوفوا المعرض المائجة ولا مرة إشي كتير حلو عم بيصير بالبلد إشي غير رح تغير وجو ولاتكم رح يغير وجو رح تلاو أشياء حلوة تشتروها ولإجا من قبل أكيد عارف إنه رح يرجع يجي عشان لكل ألقطات حلوة وانبسط 100% شكراً لك تالا على حضورك وعلى وقتك وشكراً على الأفكار اللي عم بتقدميها عن جد أنت أنا بالنسبة لي إمرأة ريادية دائماً بتفكري خارج الصندوق وبتقدمي أفكار وبتضلك وراها لا تنجح إن شاء الله بستضيفك في شيء موسم من نص سهل جاء رجال نساء الأعمال حبيبتي تالا نورتيني اليوم ترجمة نانسي قنقر